من بعد إعلان الشركات عن نتائجها لعام 2021 والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بأرباح عام 2020 حيث بلغت 529 مليون ريال عماني مؤشر بورصة مصغطة يشهد حالة من الاستقرار فيما لا يزال المؤشر الرئيسي متجاوزا مستوى 4200 نقطة نشهد تحسن في مستوى السيولة هذه السيولة بحكم هناك كانت إفصاحات عن نتائج إيقابية قيدة خلال بداية هذا العام هذا دعم حركة التداول وكذلك إقبال المستثمرين على المضاربات والاستثمار في الأسهم ذات الأرباح القيدة وشهدت أولى جلسات الأسبوع اهتماما من قبل المستثمرين على سهم شركة العنقاء للطاقة حيث شهد تداولات تجاوزت ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف سهم فيما جاء سهم شركة أوريدو في صدارة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بأكثر من ثلاثمائة ألف ريال عماني وأوصى مراقبون المستثمرين بدراسة النتائج بعناية وانتظار البيانات المالية التفصيلية قبل اتخاذ استثمار طويل الأجل حيث أن الفترة المقبلة سيتشهد الإعلان عن توزيع الأرباح التي ستكون محور اهتمام المستثمرين في البورصة المحلية على الرغم مما شهدته البورصات العالمية من تراجعات عامة إلا أن بورصة مسقط حافظت لمستوى أربعة آلاف ومئتي نقطة خلال هذه الفترة ستشهد البورصة المحلية الإعلان عن نتائج الشركات المدققة وبالتالي سيكون الدور في تفاعل المستثمرين واتجاهات مديري المحافظ نحو الاستثمار وآلية هيكلة محافظهم الاستثمارية سعود بن سعيد المعولي مسخط ترجمة نانسي قنقر